اول كاف ايجاك يا برج الميزان بيقولك عيش اللحظة اللي انت فيها وبلاش تضلك زعلان على شغلات صارت فيه صراعات جوات عقلك وفيه غضب كبير فالورقة بتقولك عيش حياتك الحين عيش اللحظة بلحظتها عيش وين بسط لان الهدوء مقرب منك الهدوء عم بيقرب منك فانت لازم تشوفه وتعيشه كذلك بشوف يا برج الميزان انه فيه طاقة كبيرة عندك فيه طاقة غضب وزعل يعني كيف راح الشرح لك هني كأنه انت منزعج فاير من هالطاقة هي مو منيحة من الاصل اما الحبيب فاجاته كرت انه راح يعيش حياة جميلة ورح تكون عنده اسرة جميلة وفيه سعادة كبيرة من تزرته وحاجات حلوة في الطريق وحيكون فيه توازن بينك وبينه ولكن لازم على الحبيب يعمل تسامح وتفاهم معك لانه اذا فعل هذا يعني لو عمل كده فربنا هيديه الحب الحقيقي الغير المشروط لانه انت بالنسبة له يا برج الميزان الحب الحقيقي فمبين عندي برج الميزان انك قلت له كلام جامد يعني كلام قاسح يعني كلام هزه خلاه في حاله لاني عم شوف وحاسس انه مجروح جدا وتعبان وبفكر الكلام اللي قلت له في الشغلة اللي صارت بيناتكم رح نشوف رح اسحب لك كارت ثانية برج الميزان نشوف شو رح يطلع لك خلينا نشوف برج الميزان الكارت هي كارت دعوة كأنه في عندك دعوة انك تهدي حالك وتلتجئ للدعاء والصلاة كأنه في عندك امية في عندك دعوة الحقيقة الكارت هذه الدعوة هي كارت استجاب الدعوة بس في حالتك وحسب الحالة اللي طلعناها انت لازم تدعي وتصلي وتطلع من الطاقة السلبية اللي انت فيها لازم تخرج وتتفسح لانه تبيني يا برج الميزان انه انت زعلان ومتعكن قوي ومش عارف تفكر ومتغاض من الحبيب انت نظرتك كأنك شايف ان الحبيب لا تفكر مزبوط لا تفكر منيح انه مش متوازن انه انسان مثل اخبط انه انسان يعني مش متوازن شخص جديد وكذلك يا برج الميزان ممكن يكون هالشي هو حب جديد وشخص جديد الدخل حياتك وداك حب جميل اوي فواضح ان العلاقة دي علاقة جديدة من الممكن أن تكون علاقة جديدة فنبين عندي انكم في علاقة الصلميات او توامفلين وانتو شكلكم مش متقابلين من زمان من زمان اوي او انكم اتقابلتو وتخصمتو لاني بشوف في غضب بيناتكم يعني فيه في زحل كذلك عندي هون في ورقة طالعة للحبيب بتقول له انتظر ويت مهم مهم وانت جيدة لك ورقة بتقول مهم مهم تعامل بطريقة مختلفة واسلوب اخر يا برج الميزان خليني اتاكد في عندي طاقتك طالعالي طاقت الشيطان مش الشيطان يعني القصد بس طاقت الغضب يعني انسان غضبان متغاز كثير يعني كأنه الدخان عم يطلع من انفه من الغضب مهم بدي اتاكد اشوف طاقتك بس اني اشوف طاقتك طلع نشوف طاقتك صح طاقتك صح بس طاقتك بس طاقتك بس طاقتك بس انا قلت خليني اتاكد واضح عندي برج الميزان انك زعلان ومتغاز ومتعسب ومتدايق بعض الموضوع من الممكن ان تكون حاليا في طاقة جسدية بس واضح عندي انه في طاقة غضب يمكن أن ترى أن هذا الشخص يلعب دعونا نرى الشخص يلعب بصراحة يا برج الميزان أنت زعلان كثير كأنك تطالب بالعدالة لكن هذا الشخص لا يلعب لا يلعب ولا شيء هذا الشخص يمر بظروف صعبة في حياته وفي حاجات كثير في حياته وهو حاليا يحاول أن يوازن حياته هو مجروح يحاول أن يوازن حياته هذا الشخص يحاول أن يوازن نفسه بشكل أحب أن أقول لك أن هذا الشخص الذي نرى أتأكد لك أنا أتأكد نرى هذا الشخص صح هذا الشخص يحاول أن يوازن نفسه هذا الشخص يحاول أن يوازن نفسه وهو يحبك يحبك كثير كثير أنا أحب أن أتأكد رغم أن القراءة واضحة عندي لكن أحب أن أتأكد هذا الشخص يحبك كثير وشعر معك بالسعادة كبيرة لأنه شايف أنك أنت السلمي تتبعه وهو مجروح وحاسس بجرح بجرح كبير هو شايف أنك غامض فاحتمال تكونوا من بلاد مختلفة أو هناك شيء بينكم مختلف لأنه يرى أنك شخص مختلف عنه وعندك حاجات تخبيها عنه هو ليس عارفها وليس عارف يفهمك بشكل مصبوط وشايفك من النوع القلق يعني شايفك تصير قلق بسرعة ولم تتكلمش يعني في شغلات كثيرة هو عاوز يعرفها وما تبينش أنك متدايع كمان هو شايفك أنك اختفيت وتبعت عنه ومش عاوز تكلمه ومبين عندي أنه أنت قلت له كلام جارح كلام يعني جارحة يعني شيء كلام في الصميم ومدتوش فرصة عشان يدافع على نفسه فهو عايت فرصة عشان يدافع عن نفسه يا برج الميزان كمان هو شايفك أنك تسرعت من اتخاذ القرار نحيتوه وتسرعت في الحكم عليه وكذلك وكذلك بالحكم عن الموقف اللي صار أو اللي صار بناتكم أو الموقف اللي كان فيه هو على حسب الوضع أنت أضرع فأنا يا برج الميزان يعني شايفك أنك خايف من استعادة من الارتباط وشايف يا برج الميزان أنه الفترة الجاية رح يكون دماغك متلخبط وحاسس أنك مش عاوز ترتبط ثاني يعني لحد ما تزبط حالك مش عاوز حلاقة مع حدي دلوقتي وعاوز تكون لوحدك حابب أنك تضل مع حالك عشان تدرس الوضع منيح بصراحة يا برج الميزان الشخص ده عنده حماس للعلاقة دي وعايز يد فصة للعلاقة مرة ثانية خليني شوف الورقة اللي عندك مقلوبة يا برج الميزان الورقة دي بتعني أنه الشهر ده مش هيكون بناتكم توافق أو مش هتعرفوا تتوافقوا أو تتوافقوا صح مع بعض وده بسببك يا برج الميزان تعلي علي بسببك لأنه دلي بينكم لأنه دلي باين عندي يعني مبين أنه أنت متعصب حتى أني قلت خليني أتأكد مرة ثانية يطلع عندي أنه أنت متعصب وفي طاقة عصبية يعني كأنه في طاقة ممنيحة فأنت متعصب يا برج الميزان وفي طاقة الميزان أههه وعم وعم شوف أنك حاسس أنه الشخص ده هو السلمات ولكن أنت بدك تقول أنه أنا بس ساهل الأحسن وده إنسان مثل الأخبار ومش عارف هو عايز إيه وبيلعب بضيع وقت نعم ممكن يكون بضيع وقت هون وهون لهذا يا برج الميزان طلع لك ورقة بتقول لك أنت محتاج تطلع من الطاقة دي وتقدي وقت وما تفكرش في الماضي أو أحداث صارت مع هذا الشخص كمان هناك شغلات قلقاك وانت شاكك أنه الإنسان ده بيلعب عليك بس يا برج الميزان طلع لك أنه شخص ده يحبك سوف نشوف سوف أتأكد شوف شخص ده يحبك سوف نشوف شو رح يطلع معي سوف نعيد سوف نشوف شخص ده يحبك طلع عندي يحبك شخص ده يحبك أوي وانت وانت حسب ما نبين عندي بصراحة مش عاوز الإنسان ده يعني انت مثل أخبط بس حب بشرك انه الإنسان ده سوف يستنى لأنه يحبك وهو متسامح خليني شوف شغلة شخص ده يحبك برج نتظر انك قلت له ده يحبك نتظر انك قلت له كلام شخص ده يحبك انه مجروح ولازم يدافع على نفسه في هالموقف اللي صار كمان نشوف لك هاد النقطة هادي طالع لك ورقة يا برج الميزان يمسك نفسك وصبر شوية امسك اعصابك فالشخص ده هو السؤول ما يتبعك او تويبلين وهو بيحبك وبيستنك ورح ينتدرك بس انت الفترة دي عايز تضل حالك وعاوز تنعزل مش عاوز تخرج ولا عايز تتفق معه فبشوف يا برج الميزان انك لازم تمسك نفسك شوية وتخفف من طاقة الغضب اللي عندك طاقة الزعل طاقة الضجر لانه انت بتفكر كتير فانت محتاج انت مش شايف ان الشغلة دي مهمة بس انت محتاج تتفاهم مع الشخص هذا عشان ترتاح انت لازم ترتاح داخليا عشان تشوف الامور بشكل صحيح فانت يا برج الميزان محتاج شوية هدوء طب خلينا دلوقت نشوف ايه اللي حيحصلها خصوصا انه عندك الطاقة دي خلينا نشوف ايه اللي حيحصل مع هاد الطاقة هادي خفف الطاقة والله ماشي بيسهل الزعل شوفوا حتى الطاقة طالع عندي مش يعني نفس الشي انا عايز اعرف ايه حكاية الكاكل اللي بيطلع لك ده كل ما فك انا قلق الكروت دي والله انا مستغربة مبين عندي يا برج الميزان انك متعصب اوي فانت هتفضل في الطاقة في الطاقة دي زعلان يعني زعلان شوية والشخص ده طالع عندي كمان زعلان ولكن هو بيحبك وعاوز يعطيك فرصة تانية للعلاقة العلاقة دي بس انت عندك احساس انه في شي احسن مستنيك وانت بتستاهل افضل من كده فالوراق بيقولك خد وقتك خد وقتك واطلع وتفستح وفرح عشان تطلع من الطاقة السلبية دي وعشان تعرف تفكر مزبوط نشوف لك شو رح يقولك الورقة كمان الورقة بيقولك يا برج الميزان انت محتاج للشفاء خصوصا للشغلات اللي صارت معك والشغلات اللي جواتك فانت محتاج تجلس لوحدك مع حالك وتستشفي روحك وتستعمل الوقت ده بانك تفكر في الحب والطرق اللي ممكن انك تعطي فيها الحب عشان انت كذلك تحصل على الحب او يا برج الميزان انا شايفك انك متلخبط اوي وانت لازم تدور على مدرس روحي عشان يساعدك من التخلص من الغضب او الزعل او حتى ممكن تكون دي طاقة جسدية برج السرطان وبرج الجلي والاسد او القوس في عندي طاقة نارية وهوائية ومائية بس يعني بشوف في طاقات بس قليلة بس دي الابراج اللي تعغي على القراءة اللي واضحة فربنا معاكم يا برج الميزان و يا رب تطلعوا من الطاقة الجمدة الطاقة الغضب دي و يعني انت لازم تروح عن مدرب روحي او سيكولوجي كيف ما بيقولك الورق فكر في اللحظة ومش في الماضي عيش اللحظة بلحظته ولا تخلي الزعل يسرق منك الوقت يسرق يومك يسرق ساعتك لو شو ما صار لانه بيقول لك السلام بيقرب منك خطوة بخطوة وانت حتفهم فانا بشوف يا برج الميزان انك تدي الشخص ده فرصة عشان يشرح لك ايه اللي حصل وتفهم الموضوع صح وتتخلص من الطاقة السلبية من طاقة الغضب طاقة الزعل طاقة الدجر او طاقة العزال وتفهم الموضوع مزبوط فالورق بيقول لك انه طاقة السلام بعيدة عنك خطوة ستحرك مزبوط عشان توصل للسلام ربنا معاكم يا برج الميزان وقولوا لي رأيكم في القراءة ايه من خلال التعليقات اشوفكم على خير وما تنسوش تشركوا بالقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة